على إثر الانتقادات التي وجهها أعضاء في مجلس النواب لوزارة الصحة ومطالبتهم بتوفير علاج سريع للنقص الحاد في الأدوية الأساسية التي تدخل في علاج مرضى السلطانة زار وزير الصحة محد العلاج الإشعاعي في العراق للإطلاع على حالة المرضى والعمل على توفير الأدوية المهمة مؤكدا أن هذا الموضوع يتم استخدامه كورقة سياسية ملف السلطان بالعراق ملف مهني طبي تخصصي حقيقة تم تدويلها بشكل سياسي وغير مهني الملف تتعالج بشكل جيد جدا على مدى البعيد هناك جهود لإنشاء مراكز السلطانية الخصوصية معاون مدير مستشفى الإشعاع والطب النووي المستشفى الرئيس لعلاج أمراض السلطان في العراق أشار من جهته إلا أنهم يستقبلون سنويا أكثر من ستة آلاف مريض وهو رقم أقل من النسب العالمية وأن وزير الصحة وعدهم باستيراد أجهزة حديثة وإكمال نواقص الأدوية لعلاج المرضى نستقبل سنويا أكثر من ستة آلاف حالة السيد الوزير أوعز باستيراد أجهزة حديثة لمعالجة السلطان أيضا أوعز سيادته باكمال نواقص المختبر والأشعة في المستشفى عدد المرضى السلطان في العراق الرغم كل هذه الضجة السياسية التي هي على السلطان هي أقل بكثير من النسب العالمية والمركز يشتغل على مدار 3 شفتات باليوم شفت صباحي شفت مسائي عصري شفت ليلي يعني شهريا يقومون بمعالجة مئات المرضى الحمد لله وإحنا نسمي ويتينغليز يعني قائمة الانتظار الطويلة التي كانت موجودة لم تبقى الآن هي قائمة الانتظار أقل من شهر الحمد لله من جهة أخرى تحدث بعض المراجعين عن وجود تأخير في مواعيد جهاز المفراسة تصل إلى خمسة أيام فيما طالب آخرون بضرورة متابعة عمل العيادات الخارجية كونها تكلف المرضى ما بالغ طائلة الجهاز ما موجود الجهاز مفراسة خمسة أيام احنا متأخرين على الموعد هسا احنا عدنا لجنة صار لنا شقد عشرة أيام متأخرين على مود لجنة يعني هسا يا الله طب يسمى الدكات القائمين بواجب صورة صورة الليادات الخارجية يعني شو التحاليل وشو نرات على الدكتور اتروع للثاني يقول لك عيت وصيد الليادات خارجي ينهيب بالظيم وزير الصحة اشار أيضا إلى وجود مشروع قرار في رئاسة الوزراء لإقرار مخصصات مالية للعاملين في مراكز الاشعاع في مستشفى الطب النووي في بغداد مو